افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية واحد من المشاريع الستراتيجية التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العالمية لإيقاف حرق الغاز في عموم الحقول النفطية وتحويله إلى طاقة مفيدة لتشغيل المحطات الكهربائية ووقف عملية استيراده الذي يستنزف العملة الصعبة لاحظنا الحكومة قد افتتحت جملة من المشاريع التي تخص قطاع الغاز واليوم في حقل الحلفاية أيضا بالإضافة للجولة الخامسة والسادسة احتوت على قدر كبير جدا من حقول الغاز وهذا يؤكد على اهتمام الحكومة الاتحادية لإيقاف عمليات استيراد مادة الغاز من أجل تشغيل الطاقة الكهربائية وهذا يقلل من استنزاف الأممال في خزينة الدولة الاستثمار في قطاع الطاقة عموما والغاز على وجه الخصوص يأتي ضمن مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود الخاص بمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمشئة الصناعية إلى جانب إنتاج غاز الطبخ ووقود السيارات ومادة الكبريت عملية إيقاف حرق الغاز تعني استثمار الغاز المصاحب في توليد الكهرباء محليا وبالتالي تقديل تدفقات الخارجة بما يقل عن 8 تريليون دينار سنويا كذلك العراق يتطلع من خلال زيادة الطاقة التصديرية للنفط إلى 6 مليون برميل يوميا إلى استثمار الغاز المصاحب لكي يكون لدينا إمكانية في تصدير الفائض نتطلع إلى تحقيق رؤية الحكومة في أن 40% من النفط العراقي يتحول للمشتقات النفطية وبالتالي يكون لدينا إمكانية لتصدير هذه المشتقات النفطية وإلى جانب المردودات الاقتصادية تهدف الحكومة عبر مشاريع استثمار الغاز إلى الحفاظ على البيئة الصحية اذ تسببت عملية حرقه طوال السنوات الماضية بأضرار بيئية فضلا عن انتشار بعض الأمراض بين سكان المناطق القريبة من الحقول النفطية من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية